وعفي ملف مصيري آخر جددت رئاسة أقليم كردستان موقفها الرافض للعودة القسرية للنازحين العراقيين المتواجدين في مخيمات النزوح بالأقليم إلى مناطق سكنهم الأصلية ووصف المتحدث باسم الرئاسة دلشات شهاب النازحين بأنهم ضيوف على كردستان وقد جاءوا إلى الأقليم في ظروف صعبة مضيفا ونرغب بعودة الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق التي جاء منها النازحون وأتابع القول نحن لم نرغم أحدا على القدوم لكردستان ولا نرغم أحدا على العودة في نفس الوقت وليس من المنطق أن يمنع الأقليم النازحين من العودة إلى ديارهم في حال ما أرادوا ذلك